اشتركوا في القناة اه اختها حركت متزوجاها متزوجاها منذ 12 سنة عندهم اولاد ايه اللي حصل حضرتك اخت جت لها ببل الايب يومين واتكلم معي في التليفون وقال لما انا عايز ارجعها عشان خطر العين خلافات زوجية ولا كان في حاجة المفروض ان هي خلافات زوجية ولكن اخت لما جت هنا عمته ومورطه هو يعني عمته متزوجة والدي فاختي لما جت اتكلمت قدامها بلت لها ان هو بيتاجر في السلاح وبيتاجر في المخدرات وانا هبلغ عنه ولازم يقف عن الحاجة دي يعني عزيزي رب عياننا بالحلال احنا عندنا ثلاث بنات قبلاش الحرام فسيادتك تعميته كلمته في التليفون وقالت له شير الحاجة اللي عندك البنت هي بطول كذا وكذا وكذا وهتبلغ عنك يعني كان سبب الخلاف ان اختها الله رحمها مجنع عليها مش عايزها يتاجر في السلاح هو كان بيتاجر في السلاح اه كان بيتاجر في السلاح حضرتك وعنده فيه صور موجودة على الفيس وعلى النت وهو مسك السلاح اللي قال بالبيت عنده سلاح مش الملك بتاعه حد كان بسلاح مدني وهو اخو بالصور الملك طيب ايه اللي حصل بعد كده بعد ما جيه وتصالحه حضرتك وخلاص الموضوع خد الحايز بتاعه وجاب ناس من البلد من عنده جرانه ابن عم وادته واحد صاحبه صالح يعني وجمه جينا عادنا وعملناها ضرفية واستلعت في بيت خليتها وخدناها وروحناها لحد البيت وبعد ما روحناها قبل ما روحها حضرتك وهو لما مشى من هنا عشان واستنين على ما احنا الروح واراب العربية انا طوله روح وانا هجيب اختي لحد البيت لان احنا ناس عندنا اصل وناس بنفهم في الواجه وديت ام لثلاث بنات وينفعش الفشل وينفعش الطلاق وعملته فستنا هنا طبعا اه لما روحت ايه اللي حصل لما روحت حضرتك هو توعد لها بالقاتل قال انا هشباحها قدام الناس الشهود اللي كانوا هنا بيصالحوها وعملته قالت لوس بوريوم ولا اتنين وبتلكت لها كان فيه شهود يعني شاهدين انه قال كده شاهدين في المحضر بالكلام دوت في النيابة والشهود جرانه قالت لها قالت لوس بوريوم ولا اتنين وبقى شباحها تلكت لها على اي حاجة طب قيل لها عمل ايه بقى معها حضرتك هو كان رابطها هو شاري شقم وانا اخو في الدور التارف هو شايته رابطها بكلابش عنده كلابش ميري في البيت وناش شايفاء وصاعد كهرباء حضرتك وكابل كهرباء كان بيطرابها ميبي عزيبها به وسير من اللي هو الزخمة بتاع الجند بتاع سير العربية واخد معاها جميع طرو التعزيج هو سير التعزيج كان جسمها من البهد الجامد بعد ما توفت ونزلت المشراحة احنا شفنا جسمها ومفتش الصحة من اللي شوف جسمها حق؟ انا شفت جسمها وهي لسه صح ايه بقى شفت ايه بقى؟ شفت الطعناط اللي فيها كلاتها اللي هي فرشات فرشات زرق كده بجسمها كلها كتمات زرق كده جسم البنت كله متزرق كله لحد لموانزه صدراته طيب محطوش الصحة؟ واتمخ لا 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 يا ابو ياسر ستنا ابو ياسر فهيو انا لما دخلت على البنت هو انا روحت لقيته هو كان عندي في البيت جاني البيت يعني عمل عملته وجيه عند البيت انا والحجح اللي هو جوز انا يعني الراجل الحجح ما ده عده فضل نجلة بتاع المنزعات في المحط فالمهم هو لما جيه علي قال لي بقول له نشوة فين يا فاتحي انت اللي قتلت نشوة انت اللي وديت نشوة في دهيا انت اللي وديتها فين انت قدامك من هنا للمغرب لما جيبتش من تفتي قدامي حية سليمة دلوقتي انت اللي قدامي هبلغ فيك وهو وديك في دهيا عبشاني احنا اللي مروحين ها قالك بقى قالك فين بقى فردي قال لي ايه قال لي ده نشوة قالت ده انا راح اجيب سمك من عن المحطة نشوة قالت كده فالمهم ان هو عامل عملته وهو اللي هما اللي مدينها في المستشفى بطريقة الناس اللي هما هو عارفهم هناك بتوع الشرطة ومناء الشرطة اللي هناك هما اللي بدخلينها وروحنا برضو وكان افوتها لما راحوا يدوروا عليها والبنت في المستشفى هما بدخلينها باسم واحدة تانية ماشي تزوير كبيرا اه تزوير في الوراق رسمية هو طبعا هما بيسئل على نشوة مفيش اسم نشوة في المستشفى فهو توه دماغنا عن الموضوع ده ان احنا ندور عليها على منلفه وندخه وكده هتكون ماتت في المستشفى محدش يعرف عنا ايش ايه هياخدها ويطلع بقى والله احنا نروح نجيبها ندفنها وخلاص انا اللي صممت ان بنت اختت الشرطة قلتولهم انا اللي شفت جسمه خواتي دخلوا عليها ما شافوش جسمه مفتش الصحة بقى انا ما دخل مفتش الصحة دخل عليها تاني يوم في المشرح بس المشاكل كنا بننظر عليها اه يعني اكثر من مرة جتي هنا زعلانة منه وانا بيتام على اهلي ومعامراتي والصبحة والدهارة دائما كان في مشاكل فالمرأة الاخرانية دي المشاكل زي ما دول ايه غلت وصلت لمرحلة اللي وصلنا لها دي هي كانت غطبة هم ايه يا ابني ده الوضع والحكاية والحواية وتلفون ومشتلفون وكلام فاضي وتحققنا بمضارية وعمته اخطبوه كانوا في التأمينات بخلصوا ولد فابنه راجل محترم زي على تكده بخلصتهم ولد فالطبيعي انه ياخد تليفونه وهم يردوا تليفونه فاططلع ان الرقم ده بتاع الرجل بتاع التأمينات وراجل كبير مش عارل شباب والموضوع مرش اي اساس انا هتلعها انا عمينا تبس بس دي هي السلاح مطبع لا مخاطرات لها سلاح يعني مش يعني اه يا لأ بمهرد الناح هو اساسا قبل كاشتغلت في الشيطة اه ما كانش عبار في السلاح يعني كان تاجر سلاح كانش عبار في السلاح تمام تمام ده انتو شاهدين عن المكان بتاجر في السلاح في عمينا ما ادخلناش احنا بها لأ بمهرد الناح دي شهد امام الله انا بقول لك لأ هو كان بيناقر كده يعني في السلاح وازكين بتاجر سلاح دي عندنا اه تجار سلاح عندنا اللي هم مودد هو مش لازم اكون انا مصنع مدافعهم يا هو بابا كانش عبار ابا بباعلي طبنجة فرد بندقية شو يطلق مش عارفيني مشي نفسك اه اه